مرحبا بمؤتمر صحفي مبارح AMD أعلنت عن إطلاق كروت بيجنابي الجديدة أو ريديون 6000 اتعرفوا على كل خصائص هاي الكروت ومعيد الإطلاق طبعتها في أقل من 120 ثاني أول إشي حكوا عنه AMD مع مريمت RDNA2 وكيف توفر قفزة من ناحية الأداء مقابل صرف الطاقة بتوصل لـ 50% بعدين حكوا عن الريج مود اللي هو كسر سرعة جاي بلت إن بكبسة واحدة بالكروت تعطينا أداء أفضل زائد الخصائص الجديدة زي دعم DirectX 12 Ultimate, Ray Tracing, Reduced Latency أو تخفيف التأخير بالألعاب هاي أشياء كانت عن انفيديا فقط والآن صارت عند AMD أيضا حركة جدا ممتازة بتساعد في التنافس بحكوا أنه 35 لعبة بتدعم هاي التقنيات وعرضوا كم لعبة من هاي الألعاب الآن أعلنوا عن ثلث كروت خلينا نبلش بأقلها اللي هو الـ RX 6800 بسعر 579 دولار وفيه 60 وحدة معالجة وسرعة 1815 لـ 2105 وفيه إشي جديد أحكوه اللي هو الـ Infinity Cache 128 MB بيزيد سرعة الوصول إلى المعلومة 16 GB GDR6 واستهلاق طاقة 250 واط وبيقارنوا بكارت لـ 2080 Ti وبقولوا أنه أفضل منه بكثير الكارت الثاني هو الـ RX 6800 XT بـ 72 وحدة معالجة وـ 2015 لـ 2250 ميجا هرتز وـ Infinity Cache 128 رام 16 وصرف طاقة 300 واط وبسعر 649 دولار وبيقارنوا بكارت 3080 ورجوا مقارنته بالألعاب على وضوح 1440 P الآن الكارت الأخير اللي هو 6900 XT بيجي بـ 80 وحدة معالجة 2015 لـ 2250 128 ميجا Infinity Cache 16 GB رام وـ 300 واط استهلاك بسعر 999 دولار وبيقارنوا بكارت 3090 وبيحكوا أنه على 4K أداءه تقريباً زيه وأفضل منه الإشي اللي منصحكم فيه أنه تستنوا أخبار جداً ممتازة من AMD والآن شايفينهم برجعوا للمنافس وهذا الإشي اللي بدنا إياه ولكن انتظروا المعاينات كاملة عشان نشوف هل هي كويسة ولا لا